في ليبيا الاقتراع سرب هكذا وصفت صحيفة اللوموند الفرنسية الانتخابات في ليبيا ربيع هذا العام الصحيفة في تقرير لها استهلت به بداية العام حول الانتخابات في الدول الافريقية ذكرت ان العديد من الدول الافريقية سيحاول الرؤساء المنتهية ولايتهم الحصول على تفويض جديد في حين تزال حالة عدم اليقين معلقة لمواعيد الانتخابات في تونس وليبيا وبدأت الصحيفة تقريرها حول ليبيا بالقول انه بعد سقوط القذافي عامة الفوضى البلاد متسائلة هل ستتمكن ليبيا من اجراء انتخابات عامة هذا العام واضحت الصحيفة ان فرنسا قد خططت وضغطت من اجل عقد الانتخابات في العاشر من ديسمبر عام 2018 ولكن تم ارجاؤها الى عام 2019 دون مزيد من التفاصيل واضافت الصحيفة الفرنسية بانه في الوقت الحالي تشترك مجموعتان في التنافس على السلطة في ليبيا الاولى يقودها قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر المتحكم في برغا مقابل رئيس الحكومة المقترحة فائز السراج هكذا حاولت الصحيفة الفرنسية ان تصف الوضع في ليبيا وحددت الصراع والتنافس على السلطة بين حفتر والسراج دون التطرق الى اي قوة اخرى وهذا انعكاس لرؤية السلطات الفرنسية للوضع الليبي حيث كان للسلطات الفرنسية دور مهم في دعم تحركات قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر للسيطرة على شرق ليبيا وكان ذلك باعتراف وزير الدفاع الفرنسية السابق جان ايف لودريان باعلانه في يونيو 2016 خسارة ثلاثة ضباط صف فرنسيين خلال مهمة في ليبيا واكد ذلك الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولونت بقوله ان ثلاثة جنود فرنسيين قتلوا في حادث سقوط طائرة هيلوكوبتر في شرق ليبيا اثناء مهمة جمع معلومات للمخابرات هناك والجدير بالذكر ان حفتر والسراج لم يظهر بينهما اي خلاف او تصادم مما يجعل تسويق الصحيفة لهما كمتنافسين امرا يثير الاستفهام